نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مبادرة بيئية توعوية في الإمارة تهدف إلى تشجير الصحراء في محمية المنتثر بالشارقة بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة وسعادة هنسيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إطار جهودها لتبني مبادرة نوعية ودعم أنشطة حماية الموارد البيئية الوطنية والحفاظ على استدامتها وتمشي مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المسجلس الأعلى حاكم الشارقة أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مبادرة بيئية توعوية لتشجير الصحراء في محمية المنتثر بالمنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورميلوان وبلدية البطايح وشرطة الشارقة طبعا هذه المبادرة جاءت لسبب الانبعاثات الكربونية الموجودة من تنظيم واستضافة سباق الزوارق السريعة الفورميلوان في مارة الشارقة ومسؤوليتنا أن نزرع مثل هذه الأشجار لتغطي الانبعاثات الكربونية الموجودة من سباق الزوارق يأتي إطلاق هذه المبادرة لتعزيز دور هيئة الانماء التجاري والسياحي في مجالات المسؤولية المجتمعية على مستوى الإمارة والدولة وتضامنا مع البرنامج العالمي للتشجير والذي يتبنه الاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورميلوان بهدف حماية البيئة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون احنا اخترنا محمية المنتثر لأنه في مشاريع كثيرة نشتغل عليها في هذه المحمية أيضا أنواع الأشجار نحاول أن نستخدم في زراعتها الأشجار المعمرة المهمة التي انقرضت نتيجة للرعي الجائر والتحطيب وبالتالي إعادة توطين الأشجار التي انقرضت من بيئاتها زراعة نحو 120 شتلة من أشجار الغاف والصدر والأراك والمعروفة بنبتة المسواك خلال هذه المبادرة تساهم في تعزيز مكانة محمية المنتثر التي رأت النور عام 2007 والتي تتميز بطبيعتها الصحراوية ووفرة الأشجار والمراعي والنباتات البرية فيها حيث تعتبر بيئة مناسبة للجمال والمواشي وبعض الحيوانات الأخرى اشتركوا في القناة